عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرارات ضبط الأسواق ومشروع الصوامع وسبل تطوير قطاع المطاحن خلال هذا الاجتماع أكد مدبولي على أهمية توفر السلع المختلفة هو ما سيسهم في توازن الأسعار مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وتحديد سبع سلع استراتيجية كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى قرار إلزام جميع الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة لكافة البيانات وذلك تبقى للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية